وكيل محمد صلاح رامي عباس أبدى استياءاً حاداً تجاه الهجمات التي تعرض لها قائد منتخب مصر بعد إعلانه رحيله عن معسكر كأس أمم إفريقيا 2023 في تغريدة عبر حسابه على تويتر انتقد عباس الأفراد الذين يتوسلون إلى صلاح للحصول على صورة واصفاً هجومهم بأنه محاولة للاستفادة من إصابة صلاح وأعرب عباس عن شكره للذين نبذوا هذه الهجمات مؤكداً أن أسماء الجميع تم تسجيلها في هذا السياق وفي رسالة إلى جمهور صلاح طمأن عباس بأن شهرة صلاح لا يمكن أن تتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي وأن المؤثرين لن يؤثروا فيها تأتي تصريحات رامي عباس في سياق إعلان صلاح بدء برنامج العلاج والتأهيل مع التأكيد على استعداده للعودة للمنتخب في أقرب وقت صلاح تعرض لإصابة في مباراة مصر وغانا وأعلن اتحاد الكرة غيابه عن المباريات القادمة وبعد تصريح كلوب قرر صلاح السفر إلى إنجلترا لاستكمال علاجه مصدر داخل المنتخب مصر كشف عن كواليس رحيل صلاح من معسكر كوت ديفوار حيث أشار إلى توافق مع ليفربول على خروجه بسبب ضعف التجهيزات الطبية في المكان وفي تصريح آخر أكد كولوب أن عودة صلاح للمنتخب ممكنة إذا كان جاهزاً مشدداً على ولائه لمصر تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات جاءت بعد خروج مصر من كأس أمم إفريقيا 2013 وأثارت تصريحات بعض الأطراف جدلاً حول ولاء صلاح للمنتخب المصري ترجمة نانسي قنقر